إذ أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارلا عن تحرير حي باب سنجار في السحل الأيمل من مدينة الموصل وكذا القائد العسكري بأن القوات أصبحت على تماس مع حي الفاروق في السحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العالم العراقي المزيد من التفاصيل حول تطورات ميدانية في غربية الموصل في سياق هذا التقرير أعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى الخميس بأن طائرات القوة الجوية تمكنت من تدمير مواقع تنظيم داعش في حي الشفاء غرب مدينة الموصل كما أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن القوات العراقية فرضت سيطرتها على حي الدندان جنوب الموصل وطردت مسلحي داعش الذين تسللوا للمنطقة وقالت المصادر أن أكثر من خمسين عائلة اضطرت للنزوح من حي الدندان باتجاه الأحياء المحررة خشية تكرار الهجمات وذكرت المصادر أن قوات الرد السريع تواجه صعوبة في الوصول إلى المجمع الطبي ضمن معارك حي الشفاء شمال غربي الموصل بسبب المقاومة الشرسة التي يبديها التنظيم المتحصن بداخل أمنية المستشفيات والنوافذ المطلة على القوات العراقية التي تخشى من إلحاق الضرر والدمار بهذه المستشفيات وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح بسقوط قذيفة هاون على منزلهم في حي الجزائر شرقي الموصل من جانبها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تنفيذ عملية تكتيكية استدري خلالها عشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من محيط جامع النوري الكبير الذي يضم منارة الحدباء الشهيرة في منطقة الدندان بالساحل الأيمن لمدينة الموصل وأوقعت القوة مسلحي داعش في كماشة محكمة من القناصين والقصف الجوي وكانت القوات العراقية قد تمكنت من صد هجوم مضاد كبير نفذه انتحاريون من تنظيم داعش على حي الدندان في غربي الموصل وأكد قائد في الشرطة الاتحادية مقتل عشرات المسلحين من التنظيم خلال الهجوم مؤكدا أن العديد منهم مجهزون بأحزمة ناسفة وموضحا أن الإرهابيين جاءوا من المدينة القديمة وهاجموا القوات العراقية باستخدام قذائف المورتر ورصاص القناصة وتمكنوا من خلال الهجوم من احتلال بعض المباني بشكل مؤقت لكن تم إجبارهم على التقاخر بعد قصف مواقعهم